برحب بحضراتكم مرة تانية أول فقراتنا في البيت الكبير النهاردة يعني فقرة مميزة والديك مميز على مستوى النقد الرياضي على مستوى التعليل قول زي ما انت عايز قول معنا ومعاكم الدكتور طاري الأدور مساء الخير يا دكتور أهلا بك يا كفتن هاني بنوارنا مساء الخير عليك وعلى كل سادة المشاهدين الكرام أهلا بك يا دكتور فيهم مشاجعين زي ما الكوية كتير بيتفرجوا علينا أكيد أكيد مصر كلها بتفرج علينا مش اللاهلوية بس عليك بس دايما بنواجههم رسالة أن هنا في القناة الأهلي احنا مش بنتكلم عن الأهلي احنا بنتكلم على كل الفرق وبنتكلم بحيادية كاملة دا حقيقي ودايما بقول لنا الجمهور زمانك لو أنا أعود في القناة حتشتم هروح طالع مش حاجي يعني احنا بنشتمش ولا بنقول حاجة ولا بنقول أي حاجة ضد المنافس أو بتاع احنا دايما موجودين على الحياد حتى في قناة الأهلي وده حاجة جميلة جدا أنا أذكر ودايما بقول لكل الناس حياء دي حاجة شرف لقناة الأهلي أن أنا كنت في نهاي دوري أبطال أفريقيا بتاع 2018 الأهلي والترجي تقطت الأهلي بشدة على قناة الأهلي وكت إيه قاعد مستني كده حد هيكلمني مجلس إدراءة كلهم صحابي يعني يجي يقول لي مثلا لا أنت ليه قلت كده وبتاع حقيقة والله العظيم ما حد أكلمه انتقطت بشدة ده فكر موقف التشيرت بتاع أظهره انتقطت بشدة ولا وفي قناة الأهلي وده هي الإعلام يعني ده اللي احنا يعني عهدنا نفسنا عليه دكتور وحضراتك ملاحظ في يعني ما بيكون في انتقاد بيبقى انتقاد إيجابي ومش ومش على يعني احنا آه قناة تسمى النادي الأهلي لكن مضمونها الحمد لله يعني الناس كلها يعني يعني بتقول إن فعلا نحنا على حيادية كاملة جدا ولما يكون فيه غلط بنقول غلط والصح بنقول صح وحضرتك طبعا يعني أنا عارف إن يعني تحليلك الفني وأدائك الفني من خلال من خلال الأرقام من خلال إحصائيات دايما بيكون فيه حيادية كبيرة جدا والأرقام بتقول بتقول بتتكلم عن نفسها يعني فخليني أرحب حضرتك لأنك قيمة كبيرة جدا ودايما إضافة لأي مكان تكون موجود فيها دكتور طيب خلينا نتكلم طبعا عندنا أكيد ملف المنتخب القومي وكنا بنتكلم على مباراة وجوه كنا متوقعين أداء أفضل شوفت المباراة زي يا دكتور هو أشوف طبعا لازم كلنا نتفق على إن منتخب مصر عندما يلعب منتخب مصر لا يجب أن يحدث ما حدث خلال الأيام نقول مثلا من أول الشهر كده حالة الإهمال أولا ثم حالة الهجوم العنيف على الجهاز الفني وعلى اللعيبة وعلى كده ما بعد المباراة يجب أننا نكون نقدنا دايما بناء يعني إحنا عايزين إحنا في طريق نعتبر يعني فقط إمباراة في المباراة وصلنا إلى نص الطريق لسه النص التاني ولسه كتير قوي للمنتخب والمنتخب مر بظروف سلبية كتير جدا كلها صبت ضد المنتخب يعني أنا حتى قلت كده في مقال لو اجتمع أعداء المنتخب مصر وأعداء مصر أنه هما يخلوا المنتخب في حالة من الألأ والإطراب قبل مباراة مهمة زي مباراة توجو مباراة مش هيعملوا اللي عملوا كل الأطراف حتى الأطراف المعنية بالمباراة يعني الأطراف الجهاز الفني نفسه اتحاد الكورة يعني اتحاد الكورة ده المفروض انه خلاص يقف عن أي كلام في أي حد تفكر يعني المباراة نهاية أو المباراة اللي ان شاء الله ستقمى بين الأهل والزمالك هي محور حديث المجتمع المصري من قبل مباراة المنتخب فده أثر بالسلبة على إعلامنا وأثر بالسلبة على المنتخب لا شك انت عارف أنا شفت ناس كده في الشارع هو المنتخب هيلعب هو أصلا مش عارف المنتخب هيلعب وعلى فكرة ناس كويرة مش ناس من اللي هي يعني ملهاش في الكورة لا يعني فيه ناس يعني بتفهم في الكورة ومتابعة كل حاجة هو في ظل ان انت حطته تحت مظلة معتمة تماما للأهل والزمالك في نهاية دور الأبطال ما بقاش حاس ان فيه منتخب ما هو ما يعرفش ان فيه منتخب وبالذات ان ايه انت عارف ان دي من أطول الفترات في التاريخ في تاريخ منتخب مصر الوطني يوم 14 نوفمبر 2019 اخر مباراة دي مع جزر الامر اللي هي جزر القمر في هناك عنده سنة كاملة لا تجمع ولا مباراة ولا دي عمرها ما حصلت من أول ما منتخب مصر ابتدى يلعب سنة 1916 مع فريق من الجيش الانجليزي كده كانوا موجودين هنا ودي تحتسب انها أول مباراة دولية في تاريخ مصر فريق حسين حجازي تجمعه كده ولعبه مع منتخب الجيش الانجليزي سنة 2016 لم يحدث أن مر عام كامل بدون أن يتجمع المنتخب أو يلعب أي مباراة رسمية كانت أودي ده برضو رقم سلبي لكن ريكورد يعني أنا أول مرة أعرفه وأكيد الناس كتير ما تعرفوش يعني إحنا عدنا سنة ما نتجمعش كمنتخب ما حصلتش في التاريخ ولا سيرة المنتخب جات أصلا يعني حتى ما بتتكلمش عن المنتخب فدي أرضية ومناخ كان سلبي جدا إحنا منقول ليه كده لأن يجب أن احنا نصلح كده أنت في وقت كان المنتخب وقت مثلا 98 وإنت كنت موجود كلاعب ونجم كبير في المنتخب بتاع بوركينا فاس و 98 الشارع ما كانش بيتكلم إلا على المنتخب فقط كل حاجة وقفت ده لدرجة أن ما فيش كلام عن الفن مش كلام عن السينما مش كلام عن أي شيء هو المنتخب فقط كانت الناس اللي ملهاش في الكرة خالص كنت أسمعهم بيقولك إيه شفت مصر كل يتكلم مصر 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 وما كانش فيه سيرة أهل وزمالك خالص يعني ساعة تم جمعنا المنتخب خلاص 2006-2008-2010 هي أعظم فترة اتجمع فيها الشعب المصري حقيقة ونسي الأهل والزمالك يعني كان فيه لعيبة من الأهل لعيبة من الزمالك ده يلعب ده ما يلعبش محدش بيفكر إن مين اللي لعب من هنا ومين اللي لعب من هنا أو كم الأهل وكم الزمالك ولا كلام ده خالص 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 أنت دروقتي بتتكلم إيش معنا ده ما لعبش وده ما لعبش التكلم في حاجات دقيقة من سلطة الجهاز الفاني كل ده أثر بالسلب على السؤال اللي أنت سألته إيه رأيك في المنتخب طبعا باستثناء خروج المنتخب بتلت نقاط من هذه المباراة كل العناصر الباقية سلبية كل العناصر بس قبل أنخش بالعناصر سلبية حضرتك هتتكلم عليها برضو إن سنة دي يعني دخل فيها برضو ظروف كورونا احنا عارفين ده كان برضو خارج الحسابات لكن أنا بفتكر كان عندنا المفروض أجندة دولية في أكتوبر وتفتكر الكابتن حسام البدري تنازل شوية وده جي على حساب الأداء الفني بتنازله عن المعصقر في الأجندة الدولية في أكتوبر والتجمع اللي كان موجود هو طبعا بدافعا الاستكمال الدوري أثرت فنيا على الجزء أثرت على المستوى التجمع على المستوى التجانس ما بين اللعيبة في فترة الأجندة الدولية في أكتوبر بص هو الجهاز الفني واحد زي حسام البدري فكر كويس قوي إن معسكر هيجمع فيه اللعيبة وممكن تلعب فيه مباراة ودية أو حتى تجمع اللعيبة بس يعني لو كانت في ظروف كورونا ده ما انتش قادر تجيب فريق تقيل من أفريقيا المباراة ودية لأن أوروبا كلها كتب تلعب مباراة أول تجمع أكتوبر ده ده إحنا كان فيه يوم فيه 102 مباراة 102 مباراة يعني تقريبا كل منتخبات العالم كانت بتلعب وحتى فيه بعض المنتخبات كانت بتلعب أولمبي ومنتخب أول بيلعبه يعني عشان كده 102 مباراة دي المنتخبات أولمبيا كمان فكان نشاط في كل الدنيا بس انت في وضعية ودي اللي قلنا عليه هنا لو ما كانش الدوري رجع كده مستحيل كنت هتعرف تلاقي لا فرقة ولا تلاقي الأهل والزمالك في النهائي بذلال أنك انت كنت عندك دوري كمان اللي ساعد عليه برضه عشان يكون فيه أمانة في العرض اللي ساعد عليه أنه لما الدوري خلص كلينيكيا ببديه فخلى الفرق تبتدي بقى ايه تنوع في اللعيبة تعمل الروتيشن وتبتدي المدرب يفكر أنه يلعب بالنشئين والزمالك بالذات استفاد من الحكاية دي والأهل استفاد منها في الأواخر والأهل يلعب برضه مجموعة كبيرة من النشئين وابتدت لعيبة تاخد الفرصة وابتدى اللعيبة يخشوا في الفرمة بشكل كويس واستعدوا بشكل أفضل يعني استعدوا على حتى على استعداد البدني واستعداد النفسي كان أنا في رأيي أن نظام الدوري ونهاية الدوري قبلها بسبع سبيع ده حسم لصالح الأهل والزمالك على مستوى التحضير لمباراتين بتوع النص النهائي غير المغرب بص المغرب قبل الماتشاتنا بست أيام بالتحديد ست أيام كانت إيه نار في الدوري ومغرب يتحسم في الوقت بدل الضايع من مباراة الجيش الملكي فطبعا كان فيه فرق كبير بين اللعيبة المغرب ما لعبوش بالرتم بتاعنا وفي نفس الوقت هم كانوا مشدودين جدا لغاية قبل البطولات فحسام البدري فكر تفكيرين أجمع اللعيبة واخدهم ولا يدعكوا في الدوري والمباريات ويخشوا في مباريات أكتر وعدد أكبر مباريات وكان كمان هدفه إن ما يجيش مثلا تجمع المنتخب ولسه فاضل 3-4 ماتشات فتلاقي بقى فيه مشاكل إن أنت هترجع من المعسكر المنتخب ده عندك 3 مصابيين أو كده فكانت الحزبة محسوبة صح حتى مع التأجيلات بتاع الدوري أبطال أفريقيا إن أنا خلص خالص على نهاية أكتوبر وده كان شيء يحساب له بصراحة يعني حتى إحنا هنا في البيت الكبير قلنا ده يعني كابتن حسام مفكر بشكل إيجابي أكتر أي حد ممكن يقوله أنا مليش دعوة عايزة أجمع فكان هيبقى فيه لغباطها في جدول الدوري وهيكون الاستفادة الفنية مش هتكون كبيرة لأنه ممكن يلعب مباراة مع فريق ضعيف فالجزئية دي حسامها بشكل إيجابي أنا شايف كده أنا شايف إنه هو إيه برضو إذا عارف كده بالبلد يعني نقولي ضحى بنفسه يعني هو ضحى بأنه يجمع عايبة هو أثر أثر لدرجة دي على مستوى لكن اتأثر يعني هو فعلا المنتخب كان محتاج أنه يتجمع حتى ما هو سنة مفيش حاجة خالص ولا أنت عارف قوام لأول مرة بقينا مفيش قوام ما تعرفش مين اللي هيلعب قبل في نوفمبر 2019 لعيبة تانية وكان لعيبة الأجهز مختلفين وكان في لعيبة بيلعبوا بشكل أساسي أنت حفظهم تغير الخريطة خالص وعشان كده لما تيجي تتناول المباراة أنا أحب أن أنا تناولها في ثلاث نقاط مهمة أساسية المباراة نفسها وده لازم نقول أن الأداء الفني فيها لم يكن على المستوى المطلوب على الإطلاق وما قبل المباراة الأحداث عشان المنتخب مش هيلعب دي بس هيلعب المباراة الجاية ولسه عندنا جولتين في مارس اللي هم هيحسنوا خالص الصعود فأنت بتتكلم على المباراة نفسها وتقديرها الفني بتتكلم على ما قبل المباراة والأحداث اللي كلها سلبية يعني فيش حاجة معها المنتخب كلها ضد المنتخب كلها حتى الكورونا جات في محمد صلاح يعني ما فيش حاجة جات إيجابية لصلاح المنتخب فده لازم نحطه في الأعتبار ثالث بقى نقطة ودي مهمة جدا اللي احنا منتكلم على منتخب كهيكل وكلعيبة بتشترك في المباراة دي ومنهم لعيبة ما كانش في الصورة خالص يعني لو نقول آخر تجمع المنتخب ما كانش مثلا أحمد أبو فتح فتح موجود والموتش التاني كان أيمن أشرف فأبو الفتح فعلا ما كانش موجود خالص في الصورة كباكش مال والوينش موجود خالص في الصورة والوينش موجود كان لعب حجازي ولعب محمود علاء فأنت في المباراة أول شيء بنلك سلبيات كتيرة أوي فنية سلبيات كتيرة جدا أنا حقولهم لك باختصار كده في النقاط بطئة تحضير جدا احنا كان تقريبا ما فيش رتم للفرقة تماما في الملعب وانت بتلعب مع فريق المفروض ان هو شبح لإسم توجو ده يعني توجو اللي قصل كاسع عام 2006 وكان عندهم لعيبة أفضل من كده جان مختلفة بكتير طبعا امانوال ادي بايور وقادر محمد دوت ووليفاكبي ده تلت لعيبة كانوا من لعيبة الأساسيين وراحوا كاسعالم خسروا قد تلت مباراة لكن على الأقل كان فيه شكل للمنتخب توجو يعني كان ادي بايور ده هو الملهم بتاع الجيل ده لكن في النهاية انت ما بتلعبش برتم خالص يعني ما فيش أصلا طريقة لعبة التلعب فده نقطة تانية يعني انت بتلعب ببطء شديد في التحضير تدينهم فرصة ان هم بيرجعوا إلا رأس الحربة بس هؤلاء ما كانش بيرجع والتسع لعيبة موجودين في نص ملعبهم فبداية عليك المساحات وانت لو فيه انسجام بين اللعيبة فيه سرعة في الأداء سرعة في التمرير سرعة في نقل الهجمة انت تعمل لهم اضطراب لكن انت بندينهم الفرصة ساعتهم انهم يدفع بشكل كويس بالزبط فده نمرة اثنين نمرة ثلاثة برضو من أسس اي فريق حتى كبير حتى لو بيعد عن المباريات ان انت بيكون عندك بتهاجم ككتلة واحدة وبتدافع ككتلة واحدة انت ما كانش فيه اي معالم لان المنتخب بيهاجم كتلة واحدة انت تلاقي زيزو الواحده بيجري في الناحية اليمين تلاقي تريزيجيل بيجري لوحده تلاقي مصطفى محمد بيكافح وسط المدافعين لوحده لكن ان مثلا انا اشوف شغل جماعي ان مثلا بيطلع المراضي بيطلع محمد هاني من اليمين فمحمد هاني بيسند من ناحيته مثلا شوية من نص الملعب بإنني بيكمل العمق في هذه الحالة التاني سواء كالسولية او طريق حامد بتشوف مثلا ان الكرات العرضية بتتلعب لانك انت عندك انت مرضو من ضمن العناصر اللي بتفرق معاك ان يكون عندك لعيب بقدرات مصطفى محمد في ألعاب الهوى فلازم تكون عندك كرات كتير عرضية انت فين الكرات العرضية ده انت ما فيش محمد هاني وابو الفتوح ما طلعوش في 3-4 مرات معاني كمان من اسباب اختيار اعتقد اختيار الهاني وابو الفتوح وفتوح ناحية الشمال وليمين لوجود المفروض يزيده بشكل كويس ويكون فيه كرات عرضية لان الكرات العرضية مميز بيها طبعا مصطفى محمد بشكل كبير جدا فده كمان ما شفناش ان احنا بنلعب على مثلا جماعة نلعب على الكروس باس عشان مصطفى يكمل فيها او المرتد ده تبقى عبدالله السعيد تحت او زيادة عمر السولية يعني زي ما حضرتك بتقول ما فيش شكل باين انت بتلعب ازاي ما فيش اي حاجة اي معالم باينه وانا عايز اقولك مثلا لما انت تستعرض كده التاريخ تلاقي مثلا ايه منور جوزيه من ضمن عناصر تفوقه لقى عندي عماد متعب وفلافيو الاتنين بيهدرزوا كويسين الاتنين بيلطوشوا القرى من المسافات الدياقة جوه المنطقة كويس الاتنين عندهم قدرة على التحضين على القرى والتزديد من المسافات مختلفة بشكل مميز جدا فلازم انا نلعب على كده ما انا رح نطلع بقى بركات فيليمين وجلبرت وفاكن لو تفتكت بالشمال ومحمد عبدالله كانت المتش عبارة مطر من ويا ما الاهلي حسب بطراط الاهلي حسب من دوري بكرة عرضية من جلبرت وليفلافيو حط منها في المبارا وليد سلمان كونفدرالية العماد متعب في آخر دي بالزبط كانت كرات عرضية هي دي الاساس اما جاء مثلا في اوقات تانية للنادي الاهلي ان كان المميز عنده يام حسام البدري نفسه المميز عنده ان فيه لعيب كان رمانة ميزان اللي هو كان عبدالله السعيد هو اللي يمسك الملعب ما كانش طبعا عبدالله السعيد الحقيقة بالمستوى ده كان افضل من كده حتى على المستوى البدني فكان ما تلاقي لعب زي ده لا انت بقى مش عايز تلعب عرضيات كتير انت عايز تلعب عن بينات بينيات كرة في العمق على طول كنت تلعب لأزاره في العمق فشوف انا بقولك تغييرات في اسليب اللعب مع تغير اللعبين انت مثلا في عصر اني بايلر كان طريقة تالتة خالص ان انت بتضغط فانت مثلا ايه ناس يقولك الله هو ازاي ماشي أزاره اذا كان انا ضغط ضغط عالي بست سبع لعيبة في الحتة دي كل بيني وبين المرمى تلاتين متر فما فيش مساحات ان انت تلعب وتجري أزاره ده أمطار كتيرة فانت مش عايز أزاره انت بتتكلم على طريقة اللعب وكابتن حسام يعني من كلام حضرتك انه يعني الادوات اللي موجودة معاها ما استغلهاش الاستغلال الأمثل في تطبيق طريقة لعب تفيد المنتخب من خلال العناصر الموجودة عندك بالزبط كده انك انت أنا عندي مصطفة محمد لازم كنت تلعب كرات عرضية كتير عندي اللعيبة ممكن تخترق من العمق وهم كان عندهم مشاكل في العمق يعني انت حتى تلاقي كرتين تلاتة أمنيني عمل هات وخد في كرة وصل يعني انت كنت ممكن توصل أجد تريزيجيك هذا مرة يخش من العمق ومرتين كان له ضربات جزاء والحياة ما احتسبتش ودي دي مشكلة تانية بس انت عندك شكل كنت ممكن بهذا شكل نفس مجموعة اللعيبة دي تقدر تأدي مستوى أفضل من كده لكن انا برضو من ضمن الحاجات اللي انا عايز اقولك عليها بكل امانة ان مثلا هو في الاختيارات اللي اختارها احنا كنا عارفين ان احمد حجازي ده حاجز قلب دفاع طب التاني مين هو كرم الوينش بانه هو فعلا الوينش كان تقوله في اخر شهرين هو احسن قلب دفاع فلعبه فاتوح كان عامل موسم كويس مع سموحة بس انا كنت شايف مثلا ان ايمن اشرف بس او اقولك لا ده لعيبه جديد وهو عنده انا بالعب في مصر فايمن اشرف لو انا عايز دفاعي شوية يبقى اخلي التصنيف يعني التصنيف لأيمن بيدافع افضل ما بيهاجم شوية بالفتوح منطلق اكتر طب سمو اعملهاش طب انت بالعبت لأيمن اعملهاش فكرة محمد حمدي لعيب كويس برض محمد حمدي من اللعيبة يعني برضو الاصابة غي لكن لعيب مميز حضرتك وكنت انا متابع حضرتك خلي بالك اعتقد السنوات الاخيرة عندنا بعض المراكز على المستوى الدولي فيها شوية تعصرات يعني لو بنتكلم على باكي مين بنتكلم على البوزيشن ده يعني كنا بنتكلم الاول كان فيه كذا واحد فيه احمد فتحي وكان موجود عناصر اتنين وثلاثة موجودين ناحية الشمال كذلك انت كان فيه وقت انت الباكي يمين ده ما تحملش هامه خاص كان عندك ابراهيب حسن وكان عندك ياسر ردوان وكان عندك كم لعيبة واسمد فتحي اجاب عدوه يعني كان عندك لعيبة كتير دلوقتي فيه مراكز كده باكي شمال الباكي يمين عندنا الباكي يمين وباكي الشمال من بعد العصر حتى في الشمال المكان ربيع يسين ده كان هو ملك المكان ده واحد من لعيبة الأفضل في المكان وكنت ناحمد رمزي وكان واسيد معوض فكنت معتمد عليه وكان يجي لعيب في جيل محمد عبد الهاني حتى رغم أنه أربع سنين بس عمل فيها عمره كله. صحيح. رحمة الله عليك. فكان عندك. لكن دلوقتي أنت مين تقدر تقول لي يا دي محمد هاني. يعني المباراة التانية بتاعته. مين اللي هيلعب؟ يعني عندك مشاكل مشكلة كبيرة. في أن بكش مال حتى أي من أشرف اللي هو اللي أنا كنت أفضل أنه يلعب مثلا في المباراة دي. بعتبر أنه هو متمرس في اللعب أكتر من فتوح يعني على المستوى الدولي حتى وعنده خبرات. ما لعبش بكش مال يعني يعني عارف له أي من أشرف في نفس المستوى في نفس الظروف. بس بكش مال على طول كان برضو رجله في بكش مال. لكنه هو كل الماتشات لعبها قلب دفاع. ده حتى السنة دي بالذات كل مبارياته مع الأهلي في الدوري لعبها قلب دفاع. ما لعبش ولا مرة بكش مال. أما لعب بكش مال لعب مع المنتخب. أزمات كتير أوه يا دكتور. أزمات كتير أوه يا أزمات كتير. برضو هنزم حضرتك بتقول إحنا بنقول كده مش عشان نهمد الناس أو عشان نقول إحنا كل ده في إطار إن احنا بنساند المنتخب. وبنشوف وبننقض بالشكل الإيجابي إن شاء الله. هنتكلم كمان على استعداداتنا المباراة بتاعة يوم الثلاثين إن شاء الله. أزاي تكون بشكل إيجابي لكن معنا تقرير برضو عن استكمالا أزمات المنتخب المصري. نشوف التقرير ونرجع مع الدكتور طريق الأطول. لم يكن أداء المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام البدري مرضيا لجموع جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عن كرة القدم. رغم تحقيق الفوز على المنتخب توغولي 1-0 أمس في الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون. ليرتفع رصيد المنتخب للنقطة 5 متصدرا المجموعة السابعة متفوقا بفارق الأداف على منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني برصيد خمس نقاط أيضا. ثم كينيا ثالثة بثلاث نقاط وتوغو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين. ويرى الكثير هنا أن القرارات الخاطئة والبضء في التحضير وغياب الروح بجانب العشوائية وغياب التجانس والتفاهم بين اللعبين في الملعب كان عنوان المباراة بجانب تغاضي حكم المباراة الرواندي الحاصل على الشارة الدولية عام 2012 عن احتساب ركلتي جزاء للفراعنة. بينما ألقى البعض الآخر اللوم على ظروف المحيطة بالمنتخب الوطني سواء القدرية مثل إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا بجانب بعض الإصابات الأخرى مثل إصابة طاهر محمد طاهر ومحمد فاروق أو التي أثيرت على السطح وسبقت مواجهتي توجو ذهابا وإيابا. حيث ألقت أزمة ملف شارة الكابتن التي أثارها الجهاز الفني للمنتخب بظلالها على أجواء الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الانقسام حول استمرار أقدمية حامل إشارة الكابتن بصفوف الفريق أو منحها لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. وكانت قد غادرت القاهرة في الثانية عشرة من ظهر اليوم بعثة المنتخب متوجهة إلى توجو يرافقها كل من دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل عضو الاتحاد على متن طائرة خاصة في رحلة صفر استغرقت سبع ساعات كاملة لخوض مباراة الإياب في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. وكان في استقبال البعثة بالمطار حسام حسين سفير مصر في توجو يرافقه بعض من رجال السفارة الذين قاموا بتذليل كافة إجراءات الوصول في المطار. ثم توجهت البعثة لمقر فندق الإقامة وخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل أن يؤدوا ميرانا خفيفة بعد الحصول على قسط من الراحة. تجعنا مع حضراتكم مرة تانية الدكتور طارق بشوية أزمات فعلا مرت وانا بقيت حضراتك جدا كمان قبل بداية المباراة. يعني التحضير كمان للمباراة بما فيهم طبعا إصابة محمد صلاح دي أكيد أسرت على الشكل معنوي على الشكل التكتيكي كمان لكابتن حسام البدري. البدري كمان في اعتقادي موضوع الشارع وما أصير في وسائل التواصل الاجتماعي إن لم يتم استدعاء أحمد فتحي تجنبا لإصارة موضوع الشارع بشكل أو بآخر. طبعا أنا مش عارف يعني إيه الزكاء اللي احنا فيه ده. يعني موضوع الشارع ده اتفتح نوفمبر 2019. برضا. آخر تجمع اللهم اتفتح الموضوع. لقينا إن الموضوع قلب الشارع بص الشارع دي كان قبل كده لو تفتكر الخطيب أما خد الشارع ووقت هيدكوتي وجاب عادي كالوتشاي عمل مشكلة ما أنت إيه اللي يخليك الشارع دي مجرد رمز لإنه إن ده قائد لكن الأهم منها هو القيادة الفعلية للعب داخل الملعب. فأنت لو جيت تقول إيه ده ده الكابتن ما أنت حتزعل الباقي كلنا كلنا المصريين بينزلوا الشارع يعقودوا في العز الحر وفي عز التلج عشان يتفرجوا على محمد صلاح عشان نقول بس إن صلاح ده قيمة كبيرة جدا لكن الشارع دي موضوع تاني. الشارع دي خلاص أنا بالأقدمية فلان حاولك وقع طريفة جدا في مصطفى عبدالخطيب اتنين عاشوا مع بعض ناموا وقاموا لعبوا وباصوا بعضوا وعملوا وتمريرات لبعض مصطفى عبدالخطيب شوف تاريخ في النادل. وأنا كان عجبني اللقاء لمصطفى عبدالله يقول لك الخطيب هو اللي صنعني وخطيب يقول لك مصطفى عبدالله صنعني يعني فاهم كانت سنائي من أكبر الدوتوات اللي جمع في تاريخ الكورة المصرية. الخطيب ومصطفى عبدالله الفارق بينهم وبين بعض في المنتخب سبع دقايق بالعدد. مين ينزل أول؟ كان كاس الأمم الإفريقية 74 كانت غريبة من نوعها يعني في الوقت ده نينكو فيتشو كان مدير فني وكان المنتخب مصر بيلعب في كاس الأمم. والأفريقية في مصر وكان مفهود أنه يفوز بيها وكان الكورة متوقفة قبلها في فترة دي. فجامع التشكيل بين جيلين مختلفين تمام. جيل ما قبل التوقف كان البوائي بقى طه بصري وعلي أبو جريشا والشازلي واللعابة المجموعة دي وجمال عبدالقظيم جاء بعد يوم. وجيل جديد بقى كان من ضمنهم مصطفى عبدالله خطيب. فما كانواش أساسيين. فجاء في الماتش التاني مصر كذبت من المباراة الأولى كذبت على ما أذكر أغاندا 2 واحد. وبعد لعبة المباراة الثانية زامبيا 3 واحد. الكابت من مولد الخطيب وكابت مصطفى عبدالله كانوا احتياطي. كانوا احتياطي. راح مصطفى عبدالله نازل في ماتش زامبيا الثاني 3 واحد بعدما خلاص النتيجة استقارت آخر 7 دقايق. نزل كده كان لسه رفيع كده وبيجري كده وسريع وبتاع. فنزل في آخر 7 دقايق. وخلاص. الماتش اللي بعدين كده فار بقى تحصيل حاصل لأنك اخدت أربع نقاط كمانفوس. خلاص اتآهل. اه اوكي. اتآهل. راح جاي جاز الفني عمل ايه؟ سبقوا بقى مشتازلي وطاعة بصري واللعيب الكوبار دول. راح ملعب صغاري. مين ومين بقى الخطيب؟ راح بادل خطيب الماتش اللي بعدين من الأول. ومصطفى عبدالله ما بدأش. ها بس هو يحسب لكابتن مصطفى أنه لعب. السبع دقايق دول الفرق. خلوا مصطفى عبدو كابتن على الخطيب. لغاية ما رفعه كاس الأمم الأفريقية 86. واللي رفعها مصطفى عبدو. بس جاب الخطيب جنبه وانت رفعوها مع بعض. لو تفتكر يعني. وكان سبط البطل معهم. والالتلاتة اعتزلوا لللعب الدولي بعد البطولة. فبقولك عايزة وصلك لإيه؟ سبع دقايق. خلوا مصطفى عبدو كابتن على الخطيب مدى الحياة. لغاية من الاتنين ما بطلوا. طب إيه المشكلة؟ إيه العيب يعني؟ إيه القضية؟ لما جات في وقت من الأوقات. مثلا مصطفى عبدو في وقت ما نضمش في المنتخب. لازم تتأول بقى. يقولك لا شوف. خلوا مصطفى عبدو ما ياخدهوش في المنتخب. عشان يبقى خطيب الكابتن. يجد عن كابتن إيه ومش أبتن. ما هو ده كله تاريخك اللي بتسطره. صحيح. بتسطره بالمجهود وبالجوال وبالبطولات وكل الكلام ده. فأنا بقولك مثال بس. هي المشكلة أثيرت من دون داعي. يعني أصلا ما فيش مشكلة. ولا صلاح طلب الشارة بشكل مباشر. ولا معرف دوت. وصلاح قال لي. يعني كان بيتكلم. أنا ما طلبت الشارة. ولا عمرو حيطلوبها. ولا كمان فيه صارة زي ما حدريك بتقول. إن كابتن أحمد فتحي يستحق الشارة. وما عندهش أي خالص مشكلة. يعني إنه بيرتدي الشارة. يعني ما فيش ويه. ما فيش مشكلة. خلي بالك الشارة دي كمان عشان حكم يعرف مين اللي هي يكلمني. يعني أنا لو حكم. هعرف فلاني فلاني. إنت الوحيد تقدر تكلمني. كانوا بيقولوننا كده زماني. يعني الوحيد اللي روح يكلم الحكم هو كابتن الفرقة. وبالتالي القيادة مختلفة عن الشرط الكابتنة. أنا ممكن يكون قائد داخل الملعب. وما يكونش هو الكابتن والعكس. يعني الأمور كلها أزمة أطيرت بدون داعية. طب أنت مثلا في المنتخب بتالت مرات كاس أمم حسن شحاد. أنت تعرف مين كان كابتن؟ ده كان. عجبني يا حسن شحاد يقولك يبص. أنا لي يا كابتن في الملعب. وكابتن برا. وكابتن في الأكل. وكابتن في الصلاة. الصلاة اللي بيصلوها حتى ليها كابتن. فكل حاجة هو ده توزيع المهام وتوزيعها. الأدوار مظلوح. وعدت الدنيا بدون أي مشكلة. أنا اللي دايق لي إيه بقى؟ طب أنت فتحتها في نوفمبر 2019. ولقيت الحزازيات ولقيت المشاكل. تجدت فتحها تاني؟ آه دي دي النقطة. نقطة تانية. الجهاز الفني بقائدة الكابتن حسن بدبادري. هو أنا أعلم تماما. وانت كواحد كنت من نجوم منتخب مصر. أنه لما يتكلم في النقطة دي هو بيتكلم فيها بمقصد إيه؟ إحنا نعرف. لكن الجمهور العادي ما يسد يلاقي أي سلوة ويقب بقى يمسك لكشة. أما أتكلم على مصطفى محمد. مصطفى محمد وجايه أنا أرى نفس الكلام. أن مصطفى محمد ده مكانه أعلى من اللي هو فيه دلوقتي ده. أعلى. يجي الزائل أعلى ده بأن انت تزبط له شوية. مصطفى محمد مميز جدا في ضربات الرأس. هل عامل هاوة. طب ما أنت لازم تزبطه الأرضي كمان. ما هو ده حاجات تخليه تنقله. من هنا هو عالي. هو عالي وهو أحسن ممهاجم في مصر. تنقله اللي فلتاني. إيه لعين فيك؟ بس هو ما قال الكلمة دي؟ مسكه فيها. وقال لك شوف بيقول إيه على أحسن ممهاجم. يا جماعة ما احنا عارفين أنه هو أحسن ممهاجم في مصر. وهو فعلا من أفضل الممهاجمين اللي جمه في السنوات الأخيرة في مهام المركز ده. فبقت حاجة تانية. تيجي اتحاد الكور. معقولة. أنت مسؤول. وتيجي. فاضل تلات أربعة تيام عن الماضي. تقول إيه؟ النهائي. في استداد القاهرة. والسوبر في مصر. يا عم سوبر إيه الوقتي؟ أصلي كل كلمة من دول تخش بقى لها إيه؟ توابع. يخش يقول لك مين قال استداد القاهرة؟ أصلي مش عايب إيه ده مكتوب لسه. إنه هو برج العرب. بتتوه الناس ليه؟ آه دي اتحاد الكورة. يعني اتحاد الكورة. يا كاد أشوف كده مثلا تصريحات من الخمسة المسؤولين. منهم اتنين هما اللي بيصراحوا على طول. التصريحات كلها حاجات ملهاش دعوا بالمنتخب. طب ما انت إيه كنت عاملين نقول لأهل والزمالك وحنأجل وده مش عارف إيه؟ قلناها كفاية قوي. أظن بما فيه الكفاية. الوقت النهائي سبعة وعشرين. أسكت شوية في دول. من إحنا عندنا معسكر من تسعة لسبعتاشر. أسكتوا بقى عن الأهل والزمالك. خليها منتخب. نجمع بعض شوية ونلم بعضه ونحب بعضه ونتدي. إيه اللي بيدخلك في القصص دي؟ قادي. قادي. وانتقد نفسي أن الإعلام. ما أخدش باله خالص من أن فيه مش. ولا له دعوة بالمنتخب. ولا له دعوة. أنا مسكت كده كام جريدة. أنا لقيت تفسي أنا اللي كاتب بس عن المنتخب. مقالين كده وكتبت حاكتين عن المنتخب. وافتح الصحيفة أربع صفحات. كلهم الآله والزمالك. ومش عايف مين مصاب ومين راح ومين جه. ومفيش حاجة عن المنتخب. خالص. خالص. طب الناس مش عارفة. الناس اللي بيتابعوا الكرة مش عارفين. وفي جماهير ولا من غير جماهير. وبعدين كان في برج العرب. وبعدين بقى في القاهرة. يعني عادنا اللف في دايرة. جفت ما لهاش أي لها. الكورونا جات في محمد صلاح. اللي هو برضو رمز ونجم. وبرضو يفرق معاك. طبعا. طبعا. يعني. ما حدش يزعل أنه نقول نصف 60 مصر ما هو. حقيقة. وكان جايب كل جوال بتاعتك في قسرة. حقيقة. هو غير جوال بتاع عبدالله السعيد. وجوال بتاع شيكابالا. بعد ما كنا ضمننا. ما كل الجوال بتاعت صلاح. كل الجوال في طريق كاسرة. مش عيب أن أنت. لا تكون عندك نجم بحجم صلاح على المستوى الفني. وعلى جميع المستوىات. مش عيب طبعا أن غياب صلاح. وده شفناه في الملعب أنه أثر بشكل كبير جدا على منتخب مصر. آخر حاجة بقى عنصر. ونبن العناصر السلبية. الجمهور. هدي كل المحيطة. يعني. من وجهة نظري أن أنا كنت لعيب منتخب مصر. وعارف التحضير من المباراة ما كانش بالشكل. أنا شايف أن التركيز ما كانش عالي جدا في الفترة اللي فاتت. يعني. احتفالية طبعا صلاحي يستاهل. احتفالية كبيرة جدا. احتفالية قبل المباراة بتلتة أيام. أنا في اعتقادي. توقيتها ما كانش مناسب. نعم. خالص. ما أنت عندك سنة كلها. خليها يا عم في أي وقت تاني. لكن أنت شتت الناس في خمسين حتى. يجي الجمهور بقى أنا دايما براهن على الجمهور. حتى أنا قلت. كل ضد المنتخب والأمل في الجمهور. ده كان عنوان ما قال. إن كل الناس خلاص. ده رايح هنا وده رايح هنا وده رايح هنا. بس دايما أنت بتراهن على الجمهور. بس الجمهور عمال يلاقي دايما هو المظلوب. يعني. إحنا مثلا. الجمهور يطلع يشتم. طب يا عم ما تشوف المسؤولين اللي عمالين يشتموا. وتشوف الناس اللي هي بتعكر الجو. وهو ده غالبان. يبقى هي مظلوم. فأنت الجمهور. أنت توهته. كل العوامل اللي أنا قلتها دي. بما في ذلك الكوروة. توهت الناس عن المنتخب. طب الجمهور غصبة عنه. ما يعرفش بقى. لكن أنا بقى عشان مراهنتي على الجمهور. وكل الناس سمعاني. مراهنتي على الجمهور. ما حبش أبدا في كل الظروف. إنك إنت تيجي تقول. إن أنا ده منتخب ده لا يوم السلمصر. أنا أتمنى أنه يخسر. لا طبعا. هذا. ما حدث بيقول كده برضه. غير مقبول. يعني للدرجات دي يعني بتوصل للدرجات. فأنت بتتكلم حتى عن المنتخب. يقولك إيه أنت بس خليك محايد. يا عمى ده منتخب مصر. يا بكلام محايد فين. ده منتخب مصر. ده المنتخب اللي يمثل مصر. وكلنا عايزين نلم نفسنا تحت مظلطه. صحيح. أجمل وقت إن أنت جيتها تتلم تحت مظلط الوطن. عايزي أقولك الحاجة. فيه بقى حاجة أنا دايما بقولها للعيبة. الخلود في اسم اللاعب. زي مثلا واحد عمل له 500 مسلسل تحت السلم كده. وشعاف مسلسلات إيه وبتاعه. يجي هو فيلمين. هو ده الخلود. إنك إنت تفضل مدى العمر للفنان. السينما يقولك هي اللي بتخلد اسم. لكن الأعمال الدراما اللي هو بيسموها الفيديو بيسموها بلغة الفيديو. اللي هو اللي تقموا سلسلات والحاجات دي. ممكن تقبل ألف. وفي الآخر ما انتش معلق. لكن ده نفس الكلام. شوف انت بليه. يا جوال إيه فوق الألف جول. يعني يا 1159 جول لبليه في حياته. إنما اللي يتيجي عايز تفتكر بليه. افتكره في كاسة العالم 58. أما نزل في النهاية قدام السويد جاب 3 جوال. ما تفتكرش كان بلعب نادي إيه. يعني يقولك ده نجم البرازيط. اقولك الحاجة. ما يمكن الناس بتعرفش انه كان بلعب في نادي سموسانتوس. وجاب له جوال وعمل سحر. مارادونا ده راح في نابولي كان بيعمل سحر. كان ده ده مش بكورة ده سحر. ورغم ذلك. أما تيجي تفتكر 86 أما كان. مع منتخب من أنصاف النجوم. والواحده قادل فريق لكاسة العالم. فدايما الخلود. هقولك على حاجة. طب حسامي الحسن عمل للأهل والزمالك وجوال وبطولات. وأعلى لاعب في عدد البطولات سواء المحلية والدولية وكلام منه. معه مع الأهل والزمالك. وجاب أهداف مصيرية حقاية ألقاب. لكن عندما تيجي تفتكر 98. اللي هي اللي جاب فيها السبعة جوال. 89. وتفتكر كاسة العرب اللي هي اللي خدناها 92. ويتفتكر له اللعبة داولية. مع المنتخب طبعا. لا هو ده الأبرز في حياتك الكروية. دايما بيكون المنتخب. إحنا دايما بنقض نزوق في اللعيبة. إنه هو النادي ومش النادي. وممكن اللعيب يسيب النادي عشان المنتخب. لا الخلود في اسمك. إذا لم تفز. يعني ميسي ده. عمل البدع. بس ما قدش الأرجنتين اللي جاسة العين. خلاص قال لي كتير يعني عما تيجي تخط. أنا أسميه أعظم من لمس الكورة. ما فيش حد لمس الكورة وعمل بالكورة. ما فعلوا ميسي بالكورة القدر. ده وجه النظر هنا الشخص دي. ده طبعا. لكنه مش الأعظم. ليه؟ لأن الأعظم ده تخط بليه اللي خد تلاتة كاسعالم. تخط بقى ماردونة اللي خد كاسعالم لوحده. تخط يوهان كرايف اللي كان مبدأ. يعني الليده للمنتخب. كما على المستوى الدولي هو اللي بيعمل فاليو لللاعب نفسه. مظبوط. أنت بتحسب اللاعب ده لعب كم مباراة دولية. مس البلده في كم مباراة. تأثيره على المستوى. أنت بتكلم على بلده وتاريخ. أنت بتعظم دور اللاعب كمنتخب. حولك على حاجة كان فيه لعيبة بيزعلوا مني. أصدقائي وحبيبي وبتاع. بس إيه أنا لما أجي أقول له إيه. شوف عمل البدع ولعيبه كان. فيه بقت بعض اللاعبه حظه وحش. يعني إيه مثلا. يعني مثلا حظه وحش. اللي بيلعب شادو سترايكر في الناحية اللي مين دلوقتي. هيلعب بكان صلاح. طب يعني شوف زيزو ده. من أفضل لعيبة في فاصل الوقت. لعيب كويس جدا. ومن أفضل لعيبة في الموسم ده بشكل عام. لكن أول أولا من صلاح جالك. مش هيلعب. يعني ما هو أنت برضو عندك صلاح. فحظه وحش اللي يجي. يجي في ضل واحد. يعني مثلا يقول لك إيه. زوف ده قضى على مستقبل خمس حراس. حراس كانوا مميزين جدا في إيطاليا. وصلوا لعيب فترة طويلة كمان قوي. فضل لغاية 44 سنة. فاعتزل مع كل الحراس. فإيه. اللي يجي في ضل نجم كبير ده حظه وحش. بس فيه لعيبة برضو. ماهتمتش بنفسها إنها تسجل تاريخ مع المنتخب. ما اشتغلش على نفسه إنه يعمل التاريخ ده مع المنتخب. يكون عمل إبداعات. إبداعات. على مستوى الأندية. لكن يجي مع المنتخب. ففي النهاية بعد كام سنة كده. تفتكر ياسر رضوان. مثلا أكتر من لعيبة كتير كانوا من نجوم. إن ياسر رضوان كان في المنتخب في فترة عاليش حاتا. أو بميقولك أمثلة. بالزبط. ونت تفتكر ياسر وكابتن عاليش حاتا تفتكرهم منتخبات. لكن طب هو ياسر احترفش بعدين اللاعب في العاليش فاكرا. لكن المنتخب هو اللي بيصنعك. صحيح. المنتخب هو اللي صنع عصام الحاضري. قبل ما الأهلي والأندية اللي لعب لها كلها ده عمل اللاعب العشر أندية. قبل ما تتكلم عنده. المنتخب. المنتخب هو اللي صنع اسم حسام حسد يتصنع عماد متعب. شوف عماد متعب جاب جوال شوف اما تيجي تعد لجوال القاتلة اللي جابها للآله قد ايه لكن اما تيجي تفتكر عماد متعب مع المتعب حتى لو ما سجلش العطاء اللي جابه انا كان عجبني اوي مثلا حسن شحاتة لما رجع من كاس الامم الافريقية 2008 وكانت اعظم انجاز لكل العيبة اللي لعبه حتى عمر زاكي عمره الدولي مش كبير اوي بس اعظم ملعب في الوديد احمد فتحي شوف اللي هو ادى ديجي اعظم ملعب وهو لسه صغير كده كان في 2008 تلاقي حسن عبد الربو اعظم ملعب في دي كل اللعيبة اللي كان فرجع المنتخب فحسن شحاتة كان بيتكلم وكنت انا قاعد معاه في فبيقول انا اكتر واحد عجبني في البطولة دي مين فانا مستني بقى ايه ابو تريكا اللي جاب اللي اربعة الجوال ومنه مجول الفوز عمر زاكي اللي ابدع اي يما ابدع الحضري طب مين طب مين لقيته بقوله عماد متعب ما جابش ولا جول في 2008 عماد متعب جاب في 2006 وجاب في 2010 ما جابش في 2008 بس قال لك هو ده ما كانة كان بتحرط في الارض توسع للجايين ووسع بقى لابو تريكا ووسع لعمر زاكي ووسع لحمد حسن ووسع كل اللعيبة اللي كانوا موجودين لحسن عبد الربو حسن عبد الربو جاب في جول ما حدش راخب باله الشطة من باية من برد الشطة بتاعت الكاميرو اه طبعا ده عماد متعب عمال بقى ييجي كده وييجي كده بيوسع لهم اللعيبة عمالة هواسهم كده راح جايب اه بوسع له انا بقولك بس مدلولات عشان اللعيبة حتى اللي بتسمعنا تفهم ان المنتخب يا جماعة هو الخلود طبعا في سجل اللعب هو اللي بيخلد اسمه انا انا باتطفق معك تماما يا دكتور ويعني زي ما بنقول كل تمنياتنا ان شاء الله يوم الثلاث لمنتخبنا ان شاء الله ان يحصل الثلاث نقاط وده الاهم وان شاء الله دايما سبورت لمنتخب لان ده مهم جدا ده يعني زي ما بنقول العلامة الكبيرة جدا جدا للقرى المصرية ومنتخب مصر انا على فكرة عايز اقولك على حاجة الحمد لله ان النتائج كلها لعبة لصلاحنا يعني جزر قمر النهار ده فاز على كينيا في ملعابه اثنين واحد فصعد بالنقاط الى ثمان نقاط كده احنا عايزين اربع نقاط بس ان شاء الله من ثلاث ماتشات احنا قادرين يعني قادرين اه طبعا فالتسع نقاط خلاص مش هتنتظر اي نتائج تانية حتى انت هتبقى بس بتلعب على انك تجيب التسع نقاط دول وان شاء الله المنتخب مصر يكون هناك في النهائيات وانا بقول دايما احنا منلاقي تعصرات كده في التصفيات فكرة الجول بتاع محمد فضل اللي في اخر دقيقة اللي وصلنا به في ماتش بوتسوانا في التصفيات كاس الامم بتاعت 2008 شوف روحنا عملنا اي ناك يعني انت دايما بتلعب لازم احنا متعودين كده من خلال التاريخ لازم نتعصر اوى عشان نطلع وانا ننطلق باذن الله ونوصل دكتور طارق بنشكرك شكرا جزيلا عبدالعواجدك معنا وان شاء الله على يعني موجود معنا ان شاء الله ونتابع منتخبنا يوم الثلاث ونتكلم على الفوز باذن الله باذن الله ان شاء الله كل التوفير لمنتخب مصر واذن كلنا بقى بتمنى ان الجمهور يرجع الى منتخب مصر كده زي ما كان في الاصور الازهية شكرا لك دكتور بعد الفاصل ان شاء الله ننتظر الكابتن الكبير سامير كامونة